اشتركوا في القناة 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 ثلاث شغلات. اه انا للستودنت نومبر عامل له اه نطنال معاته هون اللونالز عامل له. تمام? اوكي. طيب عنا هلأ الالتر. انا ممكن اضيف جديد. مسلا انا هلأ بدي اضيف للكولوم نومبر مسا يكون اكبر من اي رأم معين. خلينا نكتبها الكويريه. التر. اسم الـTable. اسم الـTable. اسم الـTable. اسم الـConstraint. اسم الـConstraint ايش ما كان هو من نوع check. الشو اللي بدي يفحص ليه مسلا الـColumn ايش هي كانت? الـColage number ممكن انا مواريف. مهم اسم الحقل سيو الـNumber. راح يكون اكبر من ثلاث تلاف مسلا هو اي رأم بديها. تمام. هلأ منفتح على الـTable. ريفرش. اه بدنا نشوف الـConstraint يلي عندي يعون. نروح على وين كانت. check constraints. كانت. اه في عندي واحد هو تشاكي ان يكون الـColage number يكون اكبر او يساوي تلاتمية. تمام? طيب. عنا اخر شيء الـ انا بدي احزو في constraint معين. كمان نفس الشيء بس بقل له drop واسم الـConstraint. اه drop constraint. الكلمة المحجوزة بعد اسم الـConstraint. اه هوني عنديها تلات افات هاد الشيك. طيب بدي اقول له. drop alter table student one. اه drop constraint. اسم الـConstraint. اه تلات افات ممكن سنوية او ايك شيء. تمام. انحزف. مدام ما عطا عيش تلات هطاء ما عطا شغل نظامي. ندخل هون على check constraint. ما من لا اشي. تمام? اه بالنسبة الـConstraint انا عندي اه اه هاي انا حيطا يونيك. النوع يونيك. طيب هاي نوع الـConstraint هو primary key. ليش هتطليها مع اليونيك؟ اه نحن نعرف في primary key انه هو من اسمه المفتاح الرئيسي. اه المفتاح بيميز كل سطر من اسطر الجدول. معناته هالمفتاح ما بصير يتكرر. ما بصير يكون null وما بصير يكون فاضي. معناته من هال نستنتج انه يونيك بالاضافة الى شغلات زيادة اله. تمام؟ مع دلائناه هون ضمن الـYunique. الـIndexes بنشوفها لقدام من الوقت هالله. طيب اخر مسال عنا. اه حكينا نحن عن كل شي مع الـForeign key والـPrimary key. طيب. الـPrimary key شرحته هالله. هو المفتاح اللي بميز كل سطر من اسطر الجدول. طيب انا ازا بدي اربط جدولين مع بعض. الربط بيكون. جدول بيكون فيه الـPrimary key. او لا بالعكس او هسترحها. انا عندي جدول. في عندي كالوم. بدي اعمله فورين كي. مسلا هون بميزان هلأ بنشرح على هذا بالتفصيل. اه الـDepth number الـDepartment number اللي كانت هاي. اه بدي اعتبره فورين كي. طيب. هالفورين كي بدي يشير لا. الـDepth وين الـPencil? هاي الـPen وPencil. الـDepth هو اسمه تابل تاني. تمام؟ الـTable هانا عبشتغل فيه اسمه employee. هذا الـDepartment غير تابل. بين او سين اسم الـColumn يلي موجود فيه بجدول الـDepartment. تمام؟ طيب. هذا الـDepartment number حصرا لازم يكون primary key. ليش؟ لانه يعني مو معقول انا اربط الفورين كي مع شغله ما يسابته او ممكن تكون null او ممكن تكون فاضي. تمام؟ معناته. خلينا نقرأ المسال من اول وجديد. create table employee. بين او سين راح احط اسمها الاعمدة. employee number integer not null primary key. ممكن فورا اصرح ان هالشغلتين مباشرة. قدت له انه هو not null و primary key بنفس الوقت. هو constraint طبعا. بس ملاحظة صغيرة. هلأ هون انا ما حطيت له اسم الـConstraint راح يسمي لحاله. هلأ ما شوف الاسم بعد شوي. آآ الـColumn الثاني من هو virtual not null آآ الثالث رابع. يعني كلهم columns عاديات. بعد ما نوصل لهون. ده اضيف constraint. متل ما تعودنا منكتب constraint اسم الـConstraint يلي بدي اياها. employee department number foreign key FK. كتبت foreign key بين او سين اسم الـColumn يلي بدي يعمله foreign key. يلي هو department number. department number هون هذا هو. تمام. بدي يشير لتابل الدبارتمنت الـColumn department number بس هاي غير هاي. تمام? هذا بينتمي لـ table employee. وآآ وين هاي? والـ department number هاي بتنتمي لـ department table. تعطي تديني بس هلا بالمثال بيتوضح كل شيء. تمام? حطينا اندليت cascade. هاي راح نشرحها بعد شوي. طيب. آآ هاي الكويرية راح عمله راح يعطيني خطأ. ليش الخطأ? مين بيحزر? الخطأ هون هي انه انا ما عندي آآ table اسمه department. لسه عمالي ما انشاء. معتها راح انشئ اول الشيء. الـ department بعدها بق انشئ الـ table employee من هون. وبق انشئ العلاقة. هاي الكويرية تبعيت الـ department create عادي. بس عملت constraint لـ department name عملتها يونيك. ولـ department number primary key. طيب. كمان عطاني خطأ. واي. آآ يمكن نسيان فاصلي هون. ايه تمام مش طالد. هلا زرحنا على الـ tables. من الله يفي عنا بس department هاد الانشاءته هلا. طيب نرجع هلا على الكويرية الاساسية اللي كنا عم نشرح عليها الـ slide. آآ constraint. آآ reference للـ department department number. آآ run أو excuse. من روح الـ tables من الله يصار عنا two tables. الـ employee والدبارتمنت ومربطين اتناناتهم بعلاقة من الـ primary key للـ foreign key من الطرف التالي.